أنا عجبتني جداً فكرة في المقدمة أنه بداية من سن البلوغ وحتى آخر مرحلة هي بتمر بيها بعد الولادة والحملة والرضاعة والحاجات دي فعلاً جسمها بيمر بمراحل مختلفة كثيراً حقيقيًا ربنا خلقها طبعاً ليها أكيد فيسيولوجياً ليها شكل وتكوين مختلف يتحمل حاجات الرجل ما يتحملهاش لكن خلينا نتكلم بقى بداية بالموضوع ده البنوتات اللي لسه ناخدها من وهي طفلة بقى نقول وهي دلوقتي في سن البلوغ هل فعلاً لازم بقى ندعم بفيتامينات البنوتة الصغيرة زي أطفالنا وأولادنا كلهم دلوقتي ولا بقى نعمل إيه يعني إمتى نفكر الفكرة دي ونقول هم محتاجين دعم فيها السيدات والبنات في كل مراحل عمرية محتاجين فيتاميناتهم عادن أكيد أنت بتلاقي بنت صغيرة في السن والشعر فيه تجعيد وشعر مصفر بتلاقي شعرها بيقع بنات في العشرينيات طول الوقت بيشتكوا من شعرهم ودوافرهم ده نقص ده سوق تغذية على طول سوق تغذية وأحياناً سترس يعني برضو الطالبات اللي عندهم مواد كتير ومذاكرات ممكن يلجأ ويحصل لهم سترس السيدات وقت الدورة بيحصل سترس لأن تغيير الهورمون ده كله بيعمل سترس أحياناً بيجي للست اللي بتولد اكتئاب مع بعض الحمل هورمون الديستربانس رهيب بيجيب لها سترس صحيح الست بعد الخمسة واربعين بيحصل مشاكل شوية في عضمها فنتيجة نقص الكالسيوم فكل طول الوقت بتحتاج معادن وبتحتاج فيتامينات بتحتاج مكملات غذائية في كل الحاجات وعلى طول بقول أن السيدة يمكن العاطفة بتقودها أكتر فعلى طول بقول بنحاول أن الستات ما يحصل لاش سترس طول الوقت لأن وانس إن حصل السترس بتلاقي على الفكرة مع السترس جسمك منفوخ لأن كنتي بتعلي الكورتيزول أصلا وتبقى مش عارفة السبب وتبقى أنها باكلش بالزبط ما باكلش بس حاسة أن الجسم معبي مية صحيح فلازم نحاول نحد من القصة دي ونبقى أوبتوميستك وناخد ألبا مالتي فيت بقول لكل ست وكل أم بتتفرج علينا وكل بنوتة من ساعة ما شفتيني دلوقتي إبدأ يستخدمي ألبا مالتي فيت سأسألك السؤال اللي ممكن أي حد يسأله ما كان إيش معنى ألبا مالتي فيت ليه مش أي مكمل غذائي تاني؟ لأن ألبا مالتي فيت ليه مميزات مش موجودة في أي مكملات أخرى أه ألبا مالتي فيت هيبقى داعم لها جداً للمناعة داعم لها جداً للضوافر والشعر والبشرة داعم لصحتها النفسية داعم للتمثيل الغذائي يعني إيه بقى تمثيل غذائي؟ يعني الحرق الرجالة حرقهم أعلى من الستة دا طبيعي لأن رجالة يسمون معضلات أكثر الستات إحنا دهون أكثر المحزوزين فلازم تدعم بقلبا مالتي فيت لأنه بيحتوي على عقلة فيتامين به الكاملة فهتلاقي سرعة الحرق عندها عالية وتلاقي النشاط عندها أقوى يعني أنت بتحرقي الدهون اللي عندك فبتلاقي قردي نشاط وعلى فكرة التمثيل الغذائي مش بس للحركة البدنية التقاط اللي احنا عارفينها كل حاجة في جسمنا محتاجة تقاط النقل الهرمونات محتاجها تقاط النقل الخلايا المناعية في الدم محتاج تقاط نقل الأكسوجين من الرئة للخلايا محتاج تقاط التنفس، النفس بتاعي حتى وأنا نايمة ده طاقة على فكرة فكل التقاط دي بناخدها المفروض من الأكل طب باكل لكن الحرق عندي ضعيف الأكل بيتخزن في دول الأكلي واخدي ألبا مالتي فيت لأنه بيحتوي على فيتامين به اللي هيحولي الأكل الطاقة يعني عايزة تقولي طب ما هو ممكن يقولك ما فيه مكملات فيها فيتامين بي ولا أنت عايزة تقولي بالنسبة للمجموع الفيتامين ما أقول على ألبا مالتي فيت أنه دخله مجموعة فيتامين به كلها مجموعة كلها يعني بتلاقي مكملات بتلاقي فوليك أسد لوحده وبتلاقي الكوبالامين لوحده بتلاقي نايتين وثايمين ورايبروفلافين مع بعض أعتقد سبعة يعني عندي فيتامين به واحد واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة واثناشر طيب صعب جدا تلاقي في مكمل واحد ملم بدا كل ممكن تلاقي مكمل فيه كل حاجة مفيش كوبالامين أنا أريد الكوبالامين لأن الكوبالامين هو اللي بدعم لي كرات الدم الحمراء صح وبقدر يأخده من مصدر خارجي أو يأخده انجيكشن بالضبط وبقول لكل ست أن قلب مالتي فيت مهم لها لأنه يحتوي على فيتامين اي فيتامين اي مضاد للأكسادة فيتامين اي مضاد للأكسادة فيتامين اي مضاد للأكسادة ما بيبوهوش مش بيشتروه بيأخدوه لوحده فهو أحسن داخل ضمن مجموعة أو ضمن قرصة أنا بأخده طبعاً فيتامين اي مهم لهم في اي مضاد للأكسادة رقم واحد بيحمي من أشعة الشمس الضرة رقم اثنين بيعزز الدورة الدموية في المبيض فبيحسن الخصوبة بشكل ما كويس وانتي قريدي لما بتاخدي حاجة انتي اكسادة يعني بتقلل الالتهابات فقريدي تدور الدموية عندك بتتزبط طبعاً صحتك في قرصة واحد يومياً طبعاً الصورة اللي احنا شفناها ده فيتامين سي وده فيتامين اي والكوبالامين وعندك كمان الكالسيوم انا مهم جداً اقول لكل ست ان قلب مالتي فيت فيه كالسيوم احنا بنحتاج الكالسيوم طول الوقت الجسم لا ينتج الكالسيوم الكالسيوم مهم لتكوين خلايا العظام مع الكالسيوم لازم نعمل مونيتر برضه اقول لفيتامين دال ما يقعش مني صحيح يبقى الفيتامين دال بناخده يا امام الشمس من ربع ساعة في يوم او سابلمنت من بره لو انا عندي الفيتامين دال ناقص خلوا بالكم فيتامين دال 90% انا واحدة من الناس عندي فيتامين دال ناقص وعلى طول الوقت بيقع ولازم نكمل لازم اكمله ما فيش جدال طيب قلب مالتي فيت اقول لكل ست انك هتستخدميه قرص واحد بس في اليوم بس ما تقطريش عن كده هتخديه بعد الفطار او بعد العشاء هو فيتامين هو مش دوه هو فيتامين هيدعم الصحة هيدعم الصحة النفسية هيدعم التمثيل الغذائي هيدعم المناعة هيدعم صحة شعري البنات اللي بتشتكي من شعرها اللي بيقع ما احنا لسه عندنا اسئلة بس انا هقولك بس ما تكملي حديثك اه وعايز اقول كمان يعني مع الاسئلة لو فيه سؤال على الشعر لازم اتجاوب عليه برضو لانه مهم جدا موضوع الشعر ده البيوتين مهم للشعر البيوتين داخل قلب مالتي فيت مهم للشعر مهم لعملات التمثيل الغذائي كلها هم السيدات حتى اصحاب الامراض المزمنة ضغط سكر قلب كوليسترول بياخدوا قلب مولتي فيت مع الادوية اللي الدكتور بيكتبها في الرشتة بتاعته هاي لانه هو في الاخر مكمل غذائي بس هو الفيتامين طيب